أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أولوية ملف تعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا معربا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء حيث طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤكدا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في دوء زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد رونالو مير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران مؤكدا سيادته أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا ومعربا عن التطلع لتعميق وتطوير أفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فضلا عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثمارية وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة من جانبه نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى السيد الرئيس تحيات رئيس إيمانوال ماكران مؤكدا حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر لسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط ومشددا على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم توقيع عليها بين البلدين في يونيو 2021 وقد شهد اللقاء التبحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي خاصة في قطاعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية وتدوير المخلفات وإنتاج الهايدروجين الأخضر